الاتحاد الوطني الكردستاني موجود وفي جبهة المواطنين في أقليم كردستان ما ممكن الاتحاد أن يساوم مقابل حقوق مواطنين شعب أقليم كردستان لذلك الاتحاد يدافع وسيبقى يدافع على المادة 14 فقرة 9 وفقرة 12 باعتبار الفقرة التاسعة لماذا الأحزاب الأخرى؟ لماذا الديمقراطي الكردستاني؟ لماذا الديمقراطي الكردستاني؟ لماذا الجيل الجديد يتخوفون من المادة 14 الفقرة التاسعة والـ 12؟ لماذا؟ هذا السؤال يطرح نفسه لو نجي نوضح نقطة أخرى هذه المادة أولا الفقرة التاسعة في مادة 14 تضمن رواتب الموظفين والمتقاعدين في أقليم كردستان وتضمن بأن تكون هناك حكومة عادلة رشيدة تتعامل مع جميع المحافظات والأغضية والنواحي سواسيا وبعدالة وتوزع المشاريع وتقدم الخدمات بشكل متساوي إذا الحكومة لديها النية الصادقة باتجاه جميع المناطق فلتكون هذه المادة لماذا تتخوف منها؟ لكن هذه المادة يسترغازي يصفها بعض نواب الكرد بأنها تحوي على ما يصفه بالألغام ألا تخشون في الاتحاد ربما الفقرة التي تضمنت امتناع بغداد عن إرسال مستحقات الإقليم في حال حدوث أي اختلاف بين الطرفين خلال مدة 15 إلى 30 يوم يعني باعتقادي في المادة 13 عندما تم تصويت عليها يعني أصبح هناك مرونة لربما إذا كان في شكله السابق لربما كان تحدث هناك مشاكل أصبح مرونة في هذه المادة لربما الآن بهذه الحالة الأقليم يستطيع الالتزام مع بغداد في الصادرات النفطية والواردات أيضا الغير نفطية يعني أيضا لكن النقطة المهمة النقطة الخلافية حاليا هو المادة 14 والخلاف هو سبب داخلي الخلافات الداخلية في الأقليم يعني هذا الصراحة حقيقة أطراف في بغداد بالأخص السيد العامري تدخل في تقريب وجهة النظر لكن على ماذا نتفق؟ نتفق على شيء هو من حق المواطن في أقليم كورسان في المادة 13 أولا يعني تم تذبيت بأن يتم تسوية جميع الأمور المالية من سنة 2004 لـ 22 بين الأقليم والمركز عندما يتم تسويته لماذا لا يلتزم الحكومة في استرجاع الإضخار الإجبالي من سنة 2014 وهي أقل نسبة يعني في ترجيعها باعتبار بهنى 10% لذلك يجب أن نضع مصلحة المواطن في هذه المرحلة على القوة السياسية في بغداد على الكتل البرلمانية أن تساند شعب أقليم كورسان ولا تصطف مع الأحزاب التي تريد مصلحتها الحزبية واليوم ظهر الوجه الحقيقي لجيل الجديد والديمقراطي الكورساني وتحالفهم على شعب أقليم كورسان والاتحاد لا ممكن ما يتنازل عن حقوق شعب أقليم كورسان والموظفين والمتقاعدين وجميع الفئات الأخرى تخوف الاتحاد هو في محله باعتبار الحكومة في فترات سابقة تعاملت بشكل ازدواجي مع المناطق في أقليم كورسان كان هناك سياسة تجويع مع بعض المناطق نفوذ الاتحاد الوطني السليمانية إدارة سوران إدارة قرميان وإدارة رابرين وأيضا مع حلبشة لذلك اليوم نقطة الاستقرار في الحكومة ومن يقول الحكومة القادمة في الأقليم سيكون للديمقراطي لربما شخصية في الاتحاد يكون رئيسا للحكومة هذه النقطة تضمن أن لا تعود الخلافات داخل الأقليم على الواردات على توزيع الخدمات توزيع المشاريع وأيضا على الرواتب لذلك الاتحاد إلى آخر لحظة سيدافع عن هذه النقطة ولا ممكن مساومتنا على حقوق مواطنين هناك أيضا أحزاب كردية تساندنا في ذلك واليوم واليوم الذين هم في جبعة واحدة استاذ أحمد هو جيل الجديد والديمقراطي الكردساني وهذه الأحزاب الشعب في أقليم كردسان المواطن الكردي في الانتخابات القادمة سيعطيهم الحق الحقيقي والدرس الحقيقي اشتركوا في القناة